بعدين أبتدي بعد كده زي ما أنا كنت بقول إن أبتدي أدخل إيه بقى اللي يحفز بيئة الاستثمار أجي أشوف أنا لأتي عندي أكثر من 80% من مشروعات يا مشروعات صغيرة ومتوسطة طب ما عمل لها نظام داربي مبسط أسهل عليه الموضوع ده بقى دريبة قطعية مثلاً ده الحقيقة بيتم دلوقتي مناقشته في البر يعني إن شاء الله هيجي الدور عليه يتناقش في البرلمان إن أنا يكون عندي الشركات اللي حجم أعمالها مثلاً أقل من ربع مليون جنيه يبقى مثلاً بيتاخد عليها مثلاً ألف جنيه سنوال مثلاً لو هتزيد عن كده تبقى ألفين وصف ألفين وصف لو إحنا بنتكلم على خمسونيت حجم أعمالها أكتر من نصف مليون جنيه مثلاً بنتكلم ستة ألف يعني أنا أسهل على سواء كان المستثمر المحلي أو حتى المستثمر الأجنبي إن هو يقدر إن هو يستغل المواد بتاعة الدولة ديت ويقدر يعظم المنفعة ويقدر إن هو كمان من خلال حركة دلوقتي كمان بنك المركزي بيساهم كثير من المشروعات المتعسرة سعر الفايدة بتادي كمان هو يقل لأن ده كان عائق كبير لإقامة المشروعات دلوقتي بقى فيه ترفيق صناعي وسثمرات ومشروعات جديدة عملين طلوقتي بنفتتحها ونضخها حقيقة مجهود رهيب حتى دلوقتي إحنا بنتكلم على إنها هيكون عندنا سيارة مضرعة مصر تعملها الإنتاج الحربي برجع تاني المكون المحلي بعظمه وهكذا ترجمة نانسي قنقر